بسم الله الرحمن الرحيم برحب حضراتكم كل شيء صعب يمر علينا في بدايته ويصغر بالوقت تدريجيا أصل من نعم ربنا علينا أن وهبنا النسيان لكل ألم كان ممكن يكسرنا حرفيا لولا نعمة النسيان اللي بيداوي بيها جروحنا بس ربك عمره مكان نسيا عمره ما ينسى أفعلنا ولا زنوبنا وأعملنا وحتى حقوقنا أصله سبحانه يمهل ولا يهمل وعنده كل أوراق القضية نعمة النسيان لبني الإنسان وإزاي بتساعدنا على تجاوز الكتير من المحن والصعاب وإزاي ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بينسى ولا يهمل حقوق وواجبات العباد تفاصيل كتير هنتكلم إن شاء الله عنها النهاردة مع فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبدالراز قوض واللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وإن شاء الله في انتظار تليفونة حضرتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ السلام عليكم وأهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بسعبتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعمة جميلة جدا وهي نعمة النسيان وإلا لو كنا بنفضل فاكرين طول الوقت أحزاننا وهمومنا ومشاكلنا يمكن كانت الحياة بقت صعبة جدا ربنا سبحانه وتعالى رفع عننا نعمة الخطأ والنسيان هل ده المقصود بي إننا نرتكب غلط نرتكب خطأ وإحنا ما نعرفش أن ده يغضب أو نسينا أن ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى النسيان مقصود بي إيه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد النسيان في جنب الله عز وجل الله لا ينسى أبدا لا ينسى الخير ولا ينسى الشر أبدا بأي حال كل شيء بيعمله البني آدم متسجل ومكتوب وأحصاه الله عز وجل ممكن يمحى ممكن يمحى طب يلا نقص للأول إنه كل شيء مكتوب لما نجي نتكلم عن هذا الأمر فيه أعدة آيات الآية الأولى قول الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة نجوة يعني تنبئ كلمة مع بعض وما حد سمعهم ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء علي دي الأولى الآية الثانية قول الله عز وجل لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا جبريل يعني ألا تتنزل علينا أكثر يعني ألا تزورنا أكثر مما تزورنا يا جبريل يعني تعالنا كتير طبعا سيدنا جبريل كان له زيارات مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان بينزل لغير الوحي فأنزل الله قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين إيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا دي الآية التمية دي الآية التالتة قول الله عز وجل قال فما بال القرون الأولى فرعون بيقول لسيدنا موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا أحصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل لمن ظلمك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل لمن خزلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل لمن تخلى عنك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل لمن أتعبه الألم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل للمظلوم الذي لا يستطيع أن يأخذ حقه من ظالمه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل للموجوع الذي لم يشعر بوجعه أحد الله عز وجل رأى وسمع وأحس بما لم يحس به أحد في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل لمن له الآمال العريضة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قل لمن خاف على أولاده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى منهك حياة طبعا أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسية في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى تخلي ذلك معك نيجب قال لي نحن من نعم الله علينا أن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنسيان الإساءة ونسيان الهموم ونسيان الأقدار المؤلمة فالنسيان بالنسبة لنا نعمة ونقمة لنحن نحن البشر نحن الخلق نحن المسلمين نحن نسيان بالنسبة لنا إما نعمة وإما نقمة حسب الموقف مظبوط حسب الموقف يبقى نقمة لما نكون بنعصي ربنا سبحانه ننسى من ربنا سبحانه وتعالى موجود نظلم حد ما نديش حد حقه نرتكب معصية وننسم ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشاهد علينا كويس جداً ده كلم مظبوط ونضيف على ما حضرتك قلته إن إحنا ننسى حقوق العباد أخذ من حد فلوس ونساها أو أنسى العلم بعد أن نعنك أنسى؟ العلم العلم حفظت قرآن وننسيته ما طبقته ما عملتش به نسيته حفظاً ونسيته عملاً قرأت علماً قرأت أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيتها ولذلك في القرآن الكريم نسب النسيان إلى الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان فالنسيان بيأتي في الأمور النافعة من الشيطان لكن من نعم الله علينا إن إحنا بننسى الأقدار المؤلمة ولذلك العلماء علمونا كلمة مهمة جداً كل شيء يولد كبير كل حاجة يولد صغيرة وتكبر إلا الحزن يولد كبير جداً جداً ويصغر ولذلك كان الإمام الخليلي بن أحمد الفراهيدي كان يقول ثلاثة تنسيني المصائب مروا الليالي ومجالسة الأصدقاء وزوجات الحسناء مروا الليالي علشان بتنسي ولذلك أمير الشعراء الأيام بتعدي بالضبط أمير الشعراء يقول اختلافه النهار والليل ينسي اذكرة للصبى وأيامه أنسي فده الأمير الشعراء هو منفي خارج مصر فالمر الليالي بينسي الإنسان بينسي المصائب بينسي الآلام لأن احنا لو منسناش مش نقدر نعيش حد كم مرتبط أبوه والأب مات بالضلع بالضبط بعيد عنه وعنك حد مرتبط بعيله وبعدين قدر الله ما شاء فعل بيد عنه وعنهالنا جميعا ما فلو لم ينسى مش هيعيش لو لم ينسى الإساءة مش هيعيش ولذلك إحنا دعينا مش للعفو بس دعينا إلى العفو والنسيان للإساءة لأن إحنا عندنا فرق ما بين العفو والصفحة طب نقوله نقوله الصفحة اللي هو ببقى عفوت وصفحت يعني خلاص الموضوع الزعل أو الحزن أو الإحساس بالظلم خلاص مش موجود الله ينور عليك حتى إحنا نقول إيه نفتح إيه صفحة جديدة وجاي من الصفحة شفت الرطط وانا لما فتحت صفحة جديدة قلبت القديمة يبقى كده أنا صفحت غير العفو بنوصل إحنا أممكن طبعا ولا حسب الموقف حسب الموقف والإنسان اللي هو ابنك ولا بنتك لا طبعا ولا بنفتكر أي حاجة الله ينور عليك تمام لو حد عزيز أوي أوي عندك وعزيز على قلبك أخوك أو عمك أو خالك وصدر منه شيء ضيئك وبعدين قال لك والله يا بنت أنا ما كنتش قصدي والموضوع كان كذا كذا لا طبعا خلاص بسهنا دايما بنزعل من الناس القريبين مننا اللي احنا بنبقى تعشننا فيهم مش متخايدين أنه هم يحصل منهم موقف يجرحنا من وجهة نظري طول ما أنا بزعل من اللي قدامي يبقى أنا لسه فتح الباب بالضبط أول ما بزعلش يبقى هو خلاص ما بقاش فريق الله ينور عليك ناخده أستاذ محمد أهلا سلام عليكم أمو محمد تفضلي أهلا بيكي إزايك يا بنت عملة إيه الحمد لله بخير إزاي حضرتك عملة إيه الحمد لله في نعمة الحمد لله تفضلي الله يبرك لك أنت والشيخ أويدة والشيخ رمضان على البرنامج الجميل الجميل اللي احنا بنستفد منه ده والله أمد لله ربنا يخليك ربنا يا رب يجعله في مزان حسنتك يا رب أمين يا رب أمين يا رب ممكن سؤال للشيخ فضلي طبعا بقول حضرتك يا شيخ رمضان زي حضرتك الله يسلم ساعدتك حضرتك علمتنا وقلتنا في البرنامج الجميل ده إن الإنسان بعد الموت بيعيش في حياتي البرزخ دي حاجة والله أنا ما كنتش عارفها على سنة ده الله يبارك لك أمين أردك بيعيش في حياتي البرزخ ده طب لو مثلا قريبنا مثلا عندي والدتي مطفونة في قبر الوحدهم والدي الوحده وأختي الوحدهم دلوقتي حياتي البرزخ دي لو أنا مثلا مصير زناتي أدفن مثلا مع أختي مالهاش علاقة بالدفن يا أم محمد يعني مثلا الناس بيتقابلوا الأرواح حياتي البرزخ الأرواح بيتقابلوا في البرزخ ده كان الشيخ علمنا إن الأرواح بتسأل مثلا على الناس اللي عايشة فولان عن الإيه ذاتي عن الإيه يعني مثلا أنا لو دفنتك في قبر مثلا مع أختي ممكن أقبل أمي والدتي أقبل أبويا مدفن في قبر تاني عند حضرتك أي سؤال تاني الله يبارك لك يا بني أنا يديكي الصحة يا رب بشكرك نورتين مالوش علاقة بإحنا مدفنين فين هو الدفن ده ده الجسد أي إن كان هو موجود فين اللي بتطلاقها هي الأرواح نظبط فاكرة حضرتك إحنا عندنا دليل على إنه يا جماعة الموت ليس عدم إنما هو مرحلة انتقالية من دار إلى دار ربنا خلق الدور ثلاثة الدنيا وتسمي الدنيا لأنها الأدنى مني والأقرب مش لازم الدنيا يعني الدنيا أو الوحشة والملعونة الكلام ده برضو خطأ يبقى دار الدنيا اللي إحنا فيها لأنها الأقرب إلي خلصت مرحلة دار الدنيا في دار الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلى روح رمضان عايش في هذا الغلاف الجسم أول ما المدة الزمنية خلصت الروح بتقول للجسد مع السلامة خلاص المدة الزمنية انتهت فبنيجي واخدين الروح من الجسم الجسم يرجع لأمه الأرض اللي اتخلق منها يدفن بقى في مصر يدفن في السعودية يدفن في أي مكان مش قضية مكان يدفن إطلاقا يدفنت مع أمها يدفنت مع أخوها يدفعت مع أختها يدفعت بعيد خالص الأرواح ملهجة عن موضوع الجسم لانه فيه ناس بتموت غرقانة وما بيلقوش تأكلها السباع تحرقها النيران تأتفنى في الهواء ما عندناش مشكلة خالص الجسم يرجع بس فيه نوع اتصال برضو لازم نخلي بالنا من النقطة دي نوع اتصال بين مكان الدفن وبين الروح يعني أنا والدي مدفون في هذه المقبرة بروح أزوره بقوله السلام عليكم ورحمة الله بترد الله يبارك في عمرك فيه اتصال ما بين المكان والمكان طيب دي نقطة النقطة التانية ان الروح لما انتقلت انتقلت الى دار اسمها البرزخ والبرزخ معناه في اللغة العربية اليابسة بين مائين ده في اللغة العربية البرزخ هو اليابس بين مائين وفي الشرع الحاجز بينهما برزخ لا يبغيان اللي هو بين الحياة او الدنيا والاخر الله ينور على ساعتك مظبوط عاملة بالضبط زي اسمحوا لي في التمثيل ده زي الترانزيت انا مسافر دولة بعيدة فما فيش طيارة من هنا مباشر الى هناك فبعمل ترانزيت في اي دولة من الدول بعمل ترانزيت خمس ساعات ست ساعات سبع ساعات وبعدين كمل رحلتي ولله المثل والاعلام ففي البرزخ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن الأصحاب السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرواح المؤمنين فوالذي نفسه محمد بيده لهم أشد به فرحا من أحدكم يقدم عليه غائبه كأنه حد مسافر وجهه فيعود معاه يقول له ازايك وعمل ايه وأخبارك أخبار فلان ماذا فعل فلان ماذا فعلت فلانة كيف حال فلان فيقول واحد منهم يا جماعة دعوه يستريح من تعب الدنيا بالظبط استريح شوي فيقول أين فلان حد بقى من أصدقائه أو من معارفه لكن كان من الظالمين كان من الفاسقين كان من العاصين أو اللي عليه دين ده حكاية تانية يعني برضو عشان لها تفصيلات تانية خلينا في النقطة دي بس وبعدين أقول لحضرتك على موضوع الدين خلاص فيقول أين فلان أين كم من العاصين من الظالمين فيقال له ذهب به إلى أمي الهوية يعني في ناحية تانية يعني بيبقوا عارفين فلان ده راح فين طبعا هو أنت متخيلة حضرتك إحنا لما هنروح البرزخ هتتمسح الزاكرة هتتمسح الدنيا لا طبعا لا لا أقصدش كده عوضت الحضرتك بتقول أنه الأموات بيسألوا اللي هو لسه جاي على فلان اللي هو في الدنيا لسه لا اللي جاي هو اللي بيسأل الجديد بيسأل على صديقه اللي مات قبله ده لا نقصده بقا هل بيبقوا عارفين الأموات أنه فلان اللي جيه قبله ده اللي جيه جديد ده ما جاش عندهم في البرزخ بس هو فين حتة تايق بالضبط طبب بيبقوا عارفين بيبقوا عارفين انه فلان اللي في الدنيا جاي لا طبعا لا يعلمون الغيب وش ازاي فنه خلص حدش يعلم الغيب ابدا ناخد ام محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي والله انا بحبكو في الله يعني ربنا يجزيكو خير علنتوا بتعملوا معينا ربنا يخليك يا ربنا ورقينا ربنا ربنا يسابك يا بنتي انا بس عايزة اقول حاجة انا بالوقت الشرق يتسلم على المسيان فاحنا انا وانا صغيرة كنت عملت زنب كده وشت يعني ربنا يا رحمة بس انا عارفة انه ربنا وفضحني انه تأكد انه ربنا بيحفظهنه كله بس الشيطان يغيط دلوقتي كله شوية حضرتك عملك كم سنة؟ خمسة ستين سنة بنا يديكي الصحة يا رب امين سنة الشيطان كل شوية بيفكرني بالزنب لي فانا عارفة انه ربنا رحيط وانا عندي يقين انه ما بدنا هو فلس فانا مش عارفة اعمل ايه امسة ازاي ده النبي لو ناس بكي ناسيان اللي انت تتلم عنه واعيدي اعرفه احنا اللي هانكون ناسيان منسيان انت ربنا تحدرت على ذي الكل احنا هانكون ناسيان منسيان يعني احنا فيوم الايام اللي هنكون ناسيان منسيان يعني مش وبنا صارغتي على بيقول في القرآن ان احنا الناسيةーい قليلا احنا ده احنا أولدنا مش فكرونا هو اخير حاجة ابن يا بنتي فضاي الشيخ بس هذا ده الإبني انا ابني ابوه طيب وهو رحمة حمرة وانا ربيت والغاية ما كبرته ومشاعة بالوقت رسا نتخرج بس ما ليتفرعيش انا ايهاي صاني دعولي والنات كده كا بس مش قايزك تاني كده ودعولي ربنا يخذيكوا يسبتني أمين يا رب عشان انا والله يعرف ان ربنا رفوع أوي أوي وعرف ان ربنا غفور فانس انا مش عارفة لنشكر كل شيئة بيهو دعولي كده حاسين هو فتجلل ان انا مش عارفة لنزالي مش عارفة لنزالي مش عارفة لنزالي مش عارفة لنزالي نعورتين ونعورتين يا ام محمد شو الفرق بقى الناس اللي تفضل تقضي عمرها بتبكي عشان ذنب ارتكبته والناس اللي بترتكب كل يوم ولازوا بالله زنوب ومش فرق لها اي حاجة هقولي حورك على حاجة هو تذكر الزنب وعدم نسيانه ينقسم لقسمين اذا كان تذكر الزنب وعدم النسيان دافع لي الى مزيد من التوبة ومزيد من الاستغفار ومزيد من العمل الصالح ومزيد من رؤية نعمة الله عليه بالرحمة والمغفرة فليتذكره اما اذا كان تذكر الزنب وعدم نسيانه اذا كان دافع الى اليأس و الى الزعل و الى الحزن يبقى لا هذا مدخل من مداخل الشيطان لانه من مداخل الشيطان اذا لم يستطع الشيطان ان يجعل الانسان يعصي خلاص الانسان فينا بفضل الله ورحمته بدأ سنه يكبر المعصي بدأ التقل لكن كان فيه زنوب قبل كده كله بني ادم خطاء فيبدأ ابليس يعمل ايه؟ يخلي الانسان يتذكر دايما الزنب اللي كان عمله قبل كده علشان يحزنوا علشان يزعلوا علشان يقاسوا علشان يغضبوا علشان يبعدوا من ربنا سبحانه وتعالى اقول لك لا تتذكرش تبت اه تبت مرجعتش للزنب مرجعتش انابت الى الله انابت ابشر بالقبول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الزنوب بجميعه انه هو الغفور الرحيم افرح ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم افرح غافل الزنب وقابل التوب افرح نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم افرح افرح يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي افرح يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بترابها مغفرة افرح فالمسألة محتاجة الى الفهم والفقه انما النجوة من الشيطان ليحزن الذين امنوا فده من تلبيس ابليس من مداخل ابليس ذكر ذلك الامام ابن الجوزي في كتابه اسمه كده تلبيس ابليس فالانسان فينا لما يعمل زنب او زنب او اكتر وتاب واناب فعلا توبة نصوحة ولقي ان تذكروا لهذا الزنب دافع الى الحزن ودافع الى الغضب ودافع الى الزعل ودافع الى انه دايما عمال يبكي ويعيض مدخل من داخل الشيطان انسى من فضلك ربنا غفور رحيم وابشر بمغفرة الله جل وعلا طيب ابنها اللي ما بيصليش وهي بتقول ادهول ان هو يصلي رقم واحد دايما دايما نصيحة مني لكل الناس يا جماعة دايما دايما الله يرضيكم خلي بالكم احنا مش بالرب يولدنا من وجهة نظري انا هم يقلدون انا فالابن بيطلع يلاقي الاب واقف يصلي هتلاقيه فرش جنبه اي سجادة واقف عمال يصلي ويلع حوله لقيت البنت لقيت الام جات لابسة ازدالها وفرشت السجادة بتدور على حاجة تلبسها وتفرد هم يقلدون انا فمحتاجين بجد نبقى قدوة لولدنا رقم اتنين ان انا اعلم الاولاد الصلاة واكلم معاهم واحببهم في الصلاة وارغبهم فيه الام تاخد بنتها توقفها جنبها الاب ياخد ابنه وينزل المسجد وهكذا رقم تلاتة الدعاء دا عظيم جدا ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء مهم جدا فيا سيدي ادعي ربنا دايما لابنك بهذا الامر رقم اربعة الاكثار من الصداقات بنيت ان ربنا سبحانه وتعالى يعجل له الهداية تمام وهي تدعيله واحنا ندعيله ان شاء الله ربنا وتكلمه برطة ربنا هيرضى عنها يا رب ويهدهولا طيب نرجع تاني اللي كلامنا وكنت حضرتك بتقول الصفح والنسيان وقالنا الصفح اللي هو نقلب الصفحة وكأن شيء لم يكن مع النسيان احنا نسينا خلاص الموضوع والموضوع ما بقاش موجود جوانا من اساسه هقول لي حضرتك اولا احنا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالعفو والصفح واليعفو واليصفح انما مع ربنا بنطلب العفو بس اللهم انك عفو كريم ما بقولش فاعفو عنا واصفح يا رب لا انما ربنا لما يجي يأمرنا احنا يأمرنا بالاتنين العفو والصفح وليعفو وليصفحو ألا تحبون ان يغفر الله لكم تمام طب ايه الفرق العفو اسقاط اللوم الخارجي والصفح نزع الموضوع من الداخل وكأنه لم يكن كإني بفتح صفحة جديدة العفو نوع من الزيادة يعني حد مثلا شتم حد سين شتم صاد وبعدين سين قال لصاد حقك علينا اسف فقاله خلاص عفو الله عني وعنك فكده اسقط اللوم الخارجي لكن جوه صاد ما زال فكر الموضوع بعد سنة حصل نقطة من كنت رسا هقول لحضرته بنقول خلاص لأ صفحته خلاص وانسيته الموضوع انتهى بس مع اول موقف بيحصل تاني نرجع نفتكر ذا اسمو عفو فقط وليس صفحا لان الصفح ورقة نتيجة أتعطيها ترامت ما ترجعش تاني الصفح ورقة نتيجة فتعت صفحة جديدة لكن لو رجعت للقديم ما ينفعش وعلينا جميعا نخلي بالنا من المشاعر الآخرين يعني اقول لحضرتك قصة رمزية لها معنى حلوة قوي ولا معاك تليفون طيب الاب بيعاني من ابنه ابنه من نوع اللي هو بيسب كتير يشتم كتير يغلط في الناس كتير فالاب عمال يقول له يا ابني لأ يا ابني غلطي يا ابني حرامي يا ابني ما ينفعش تعب معه فخطر في باله فكرة حلوة طيب المسامير الله ينور عليك جاب له كيس مسامير وقال له طيب أنا هقول لك الحاجة هو الاب عايز يلفت نظر ابنه بيعلمه بطريقة عملية بطريقة ونزير ما يدي له يعني احنا اولادنا احيانا يحسوا ان احنا بنديهم مخاطر بنديهم دارس فهم ودي ده الشخص الحكيم بالظبط اللي يعرف يوصل معلومة بطريقة تربوية مظبوط قال له تفضل كيس المسامير ده والشاكوج ده والبيت له صور خشب كل ما تغلط غلطة سبت مصمار في الخشب حاضر اول يوم قال له مش عارف سبتت حاجة والتلاتين مصمار ولا حاجة فالاب قال له شفت كتير ولا مش كتير قال له فعلا كتير قال انا ما كنتش متخيل ان انا بغلط العدد ده في اليوم قال له طب المطلوب لازم نقلل قال له صح فابدأ قلل تمام فبدأ ايه الكيرب لما جيه وقت من الاوقات قال له انا ما سبتش ولا مصمار النهاردة قال له خلق قال له يعني انت مرة عليك يوم كامل من غير خطأ قال له طيب هنرجع بقى من الاول قال له ايه قال له كل يوم يعدي من غير ما تغلط غلطة شيل مثلا مصمار او عشرة من السور لما عدت الايام شال المسامير كلها من الخشب وجا جايب لولده المسامير والشاكوش قال له يا ابتي انا قلعت كل المسامير انا الان ضبطت نفسي وضبطت لساني فلا اخطئ في حق احد فالاب قال له تبتعال وريني مكان المسامير راح وره مكان المسامير مليانة ثقوب ما رجعتش زي ما كانت قال له طيب انت لما شلت المسامير هل الخشب رجع زي مكان الاول قال له لا يا ابتي قال له كذلك الكلمة السوء لما بتخرج من لسان الانسان مهما ندم عليها لا يستطيع ردها امسك عليك لسانك ولا تؤذي مشاعر الناس بعض الناس اللي بتتخيل انه الازية بالكلمة اصلا كده بفوق اللي قدامي باني ازيب كلمة فيفوق فياخد باله فينتبه عمر الازية بالكلمة او جرح انسان بكلمة عمره ما بيفوق الانسان ده من غلطه ممكن يكون بيغلطه او مشكلة هو ممكن يكون فيها او عيب ممكن يكون فيه بلعت اعتقد ان هي بتسيب علامة من الشخص اللي قدامي انا ممكن اتغير لأسباب كتير جدا غير اني اتجرح بكلمة فاتغير لا الكلمة ممكن تجرح جرح لا يداوى خالص الرجل ممكن تتعور وتتداوى اماطة الازى الازى من طريق الناس يتداوى اماطة الازى من طريق القلوب اولى لان احنا من شعب الايمان اماطة الازى اماطة الازى من طريق الناس شعبة من شعب الايمان واماطة الازى عن قلوب الناس بقى لا نؤذيهم ولا نسبهم ولا نجرحهم أولى وأقوى لأن عثرت الرجل سريعة الشفاء وعثرت اللسان لا سبن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تؤذيه الكلمة قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فالكلمة ممكن تضيق صدرك الكلمة ممكن تدمر إنسان الكلمة ممكن تدمر دول الإنسان كلمة بكلمة بتزوج بكلمة أطلق بكلمة يظهر علمي بكلمة يظهر جهلي فالإنسان كلمة فينبغي على الإنسان إن يخلي باله من الكلمة حتى لا يؤذي أحدا طيب هي كانت أمه محمد كان لها سؤال تاني كانت بتكلم على إنه هل إحنا ممكن نتناسي في الدنيا لما نموت خلاص بنتناسي ما نبقاش حتى فكرة الزكرة إننا نتذكر بعض مش هتبقى الموجودة فأقول لي حضرتك قصة حصلت الراجل جاب كم كيلو عنب خمسة ستة كده دخل البيت إدهم لزوجته أغسليهم حاضر وخرج إلى عمله رجع آخر النهار بيقول لي زوجته بعد ما تعشى هاتي لي شوية عنب قالت لي يا خبر ده إحنا والولاد أكلوا العنب كلهم ونسينا نسيب لك فأفكر كده وطلع جري على بره قابل حد دور على قطعة أرض في أحسن مكان في البلد اشتراها دور على مهندس عايز أعملها أحسن مسجد بدأت تعمل الرسومات نزل المقاول احفر ابدأ في بناء الجامعة تمام فلما سألوه إيه اللي خلاك بدأت بناء جامع بالسرعة دي قال حبة عنب قال له إزاي قال نسيوني في حبة عنب وأنا على قيد الحياة فكيف إذا متوا فالبشر هينسى فما أجمل أن يموت الإنسان ولا تموت أعماله الصالحة طبعا اعمل لنفسك عمل يبقى لك به الزكر صدقة جارية مساهمة في بناء مسجد مساهمة في مستشفى مساهمة في مدرسة اعمل عمل صالح يبقى لك نقطة من أول الصدق ادعى ربنا أن ربنا يجعل زوريتك زورية صالحة الزورية الصالحة لا تنسى الأب لا تنسى الأم اللي بتنسى مين اللي بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى أو اللي انت ما سبتش علامة يعني زي ما بنقول كده في بعض الأبهات ما كانش موجود في حياة ولاده من أساسه مظبوط مظبوط فاحنا محتاجين نبقي أثر في أولادنا بالتربية الصالحة وبالحنية على أولادنا وبالعمل الصالح نبقي أثر بصدقة جارية باقية ما أجمل أن الإنسان يموت ولا تموت حسناته وما أسوأ أن الإنسان يموت ولا تموت سيئاته الأماكن الصالحة اللي عبدت ربنا بيها بتبكي عليها لما موت لما الإنسان فينا بيموت جماعة كل مكان عمل فيه عمل صالح يبكي عليه عشان كده بنقول نغير مكان صلاتنا طبعا يعني مرة نصلي هنا ومرة نصلي هنا ومرة نصلي هنا قال الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين الظالم الفاجر الكافر لما بيموت للسماء والأرض بيبكوا عليه إنما المؤمن والطائع لله عز وجل لغباب في السماء بيصعد منه عمله وينزل منه أجله بيبكي خيف ليتئفل وكل مكان أطاع الله فيه بيذكره ويبكي عليه قال الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما تحدث أخبارها يعني الأرض قالوا لا يا رسول الله قال أن تشهد على كل عبد وأمة بما فعل على ظهرها تقول فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا طيب سجدة السهو وأننا نبقى نسينا في بعض الأحيان رقعت إحنا صلينا قد إيه ما صليناش قد إيه دي دخلة في حساب ربنا سبحانه وتعالى على نسياننا لبعض الأمور الله عز وجل من نعم الله علينا إنه لا يحاسبنا على النسيان قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما حدثت به أنفسها ما لم تنطق أو تعمل ولئن ربنا بيعزرنا بالنسيان وبعض الناس قالوا إن ما سمي الإنسان إنسان إلا لأمرهم لأنه ينسى وللأنس بيعيش مع بعض يستأنس ببعضهم فأنا اسمي إنسان للأمرين دول بنسى المصائب بنسى الأخطاء وفي نفس الوقت بأنس بغيري ولأن الله عز وجل يعلم إنه طبيعي إن الإنسان ينسى في الصلاة ولذلك سيدنا عمر كان يقول الحمد لله الذي قال فويلوا للمصلين الذين هم عن صلاتهم ولم يقل فويلوا للمصلين الذين هم في صلاتهم فمن منا لم يسهوا في صلاتهم ولأن ربنا يعلم صنعته ويعلم إنه طبيعي إنه ممكن ينسى بس بشرط لا يتمادى الإنسان في النسيان يعني يستهد مع نفسه بين هادي من أقف بين هادي اللي عز وجل أعتبرني دي آخر صلالية فإذا فلت مني شيء ربنا شرع لي سجود السهو عذرا لي عما سهوت عنه وعما نسيته سجدتين أسجدهم قبل السلام ماشي بعد السلامين ماشي لتنين صح طب هل يعني كان في سؤال مرة إنه هل ممكن أصل يعني مع كل صلاة أخلصها أسجد سجد السهو ربما أكون في يوم من الأيام غلط في صلاتي في شيء هذا زيادة في الصلاة لا تجوز شرعا وتبطي للصلاة مع التعمد يعني إيه أسجد كل صلاة سجدتين للسهو هو أنا بزود في الصلاة لا يجوز أصلا سجود السهو لا يكون إلا عند السهو سهوته في صلاة فريضة أو صلاة نافلة أسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام مش قضيتي لما كون أنا متأكد إن أنا فعلا نسيت أو مش مركز أو أطلق بط ورد عن بعض السلف أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى الدعاء العادي في السجود ثم يقول يا من لا يضل ولا ينسى اغفر لمن يضل وينسى ربنا يغفر لنا كله آمين يا رب نورتين يا فضلت الشيط بشكر حضرتك بشكر حضراتكم مشاهدين ولو عشتوا كل يوم رأشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله سلام عليكم وصلي على سيدنا النبي وصلي على سيدنا النبي قال لي لما هتصلي علي ربنا هدي لك حكتين تكفى همه ويغفر الله زمك هو أنا عايزي ده جمع لخيري الدنيا والآخرة من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا ومن غفر الله زمه سلم من محن الآخرة خلاص اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحو وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسن وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرى وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة وعلى آله وصحبه عدد كل زرة ألف ألف مرة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا صحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر